أكد القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمانا لاستحقاقات المطلوبة للجبهة خلال مرحلة الانتقالية القادمة تقوم على عملية الاندماج ووجود خارطة طريق تكون مضمنة في الإعلان الدستوري بالإضافة إلى تشكيل برلمان يكون قادرا على عكس التنوع وحل قضايا السودان وأشر عرمان في مقابلة مع قناة الحدث إلى أن الجبهة تريد أن تكون جزءا من العملية السياسية في السودان وأن تنهي الحرب أن تنتهي تماما وأكد قدرة الجبهة في المساهمة في عملية الترتيبات الأمنية مشيرا إلى دمج الحركات المسلحة في جيش موحد من جهة شدد القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدجير رئيس حزب المؤتمر السوداني على الالتزام بموعد تشكيل الحكومة وعدم التأجيل